بسم الله الرحمن الرحيم وتحديداً أغلاط أو أخطاء كاتب إنجيل متة وصلنا للغلط رقم 59 في تفصيلة معينة مذكورة في إنجيل متة فيما يخص الأحداث الأخيرة من حياة المسيح وتحديداً وهو على الصليب وبفكر مرة تانية أن الأحداث الخاصة بنهاية حياة المسيح على الأرض خصوصاً من بداية القبض على المسيح والمسيح كان فين وقتها وحصل إيه وكل الأحداث اللي جات بعد كده لغاية رفع المسيح للسماء الأنجيل الأربعة بتتناقض فيها تناقضات كثيرة وشديدة جداً فالمفروض إن الأحداث دي حصلت فور موت المسيح على الصليب حسب الأنجيل متى تفرد بشيء أقل ما يقال عنه إنه شيء خرافي فهنا بيقول إيه وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل والأرض تزلزلت والسخور تشققت والقبور تفتحت وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين الهيكل إنشق الأرض تزلزلت السخور تشققت تعديها لكن التفصيلة المهمة بقى اللي المفروض لو الكلام ده حصل كان هيبقى تاريخ لا ينسى ومش معقول إن كاتب إنجيل متى يكون هو الوحيد اللي ذكر ده القبور تفتحت وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين لكن خلي بالك هل الكلام ده حصل فور موت المسيح على الصليب هو بيقولك لا خرجوا من القبور بعد قيامته يعني لما المسيح قام من الأموات ما أمشي الوحد أجساد القديسين الراقدين هم كمان خرجوا من القبور ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين ده دي معجزة ضخمة جدا وكبيرة هنا الشيخ بيقول وهذه الحكاية كاذبة والفاضل نورتن حامل إنجيل لكنه أورد الدلائل ندي باطلة فده كلام نورتن بيقول فلعل أحدا كاتب في حاشية النسخة العبرانية لإنجيل متة وأدخلها الكاتب في المتن وهذا المتن وقع في يد المترجم فترجمها على حسبه طبعا فكرة النسخة العبرانية ولا حتى النسخة اليونانية ولا أي نسخة هو عاوز يقول في النهاية إن دي إضافة المفروض ما كانتش موجودة وفي أوجه عقلانية كثيرة جدا تدل إن القصة دي كاذبة وباطلة ومخترعة تخلي بالك في نقطة مهمة حييجي واحد مسيحي يقول لك إن الموضوع ده كله في إطار المعجزة فبالتالي المفروض ما نتعاملش معاها بالعقل والمنطق دي معجزة بنقوله لازم تفرق ما بين التفاصيل كون إن القبور تشققت وانفتحت والقدسين قاموا من الأموات بعد قيامة المسيح دي معجزة ماشي مش هنتكلم فيها لكن فكرة إن هم دخلوا المدينة وظهروا لكثيرين ده تاريخ المعجزة إن هم قاموا لكن هم ما قاموش وخلاص هم قاموا ودخلوا المدينة وظهروا لكثيرين حاجة زي كده الكثيرين دول مش هيتكلموا عنها مش هيتناقلوا أخبارها مش هيحكوها للناس فبغض النظر إن أصل الموضوع معجزة لكن بما إنهم ظهروا لكثيرين يبقى ده تاريخ وبما إنهم كثيرين كان المفروض يتدون أو يذكر في مراجع أخرى هنا بقى الشيخ بيقول أوجه إن القصة دي كذبة قبل ما أقرأ كلام الشيخ بس حابي بعلق على نقطة النص بيقول وخرجوا من القبور بعد قيامته وهنا المحق الكاتب في الحاشية اللي هو المقصود قيامة المسيح أي بزعم النصرى أنه بعد ما صلب ودفن قام من القبر هنا المقصود إيه؟ ودي نقطة تقريبا كل المفسرين أكدوا عليها الناس دول ما ظهروش لكثيرين وما خرجوش من قبورهم غير بعد قيامة المسيح من الأموات يعني الكلام ده ما حصلش بعد صلبه وموته الكلام ده إن هم خرجوا من القبور ودخلوا المدينة وظهروا لكثيرين ده بعد قيامته كويس لأن هنا الشيخ بيقول في الوجه الأول لبطلان القصة إن اليهود ذهبوا إلى بيلاتوس في اليوم الثاني من الصلب قائلين يا سيد قد تذكرنا أن ذلك المضيل اللي قال في حياتي إني أقوم بعد ثلاثة أيام فعايزيني حرص القبر ومش عارف مين فالشيخ بيقول فلو ظهرت هذه الأمور ما كان يمكن لهم أن يذهبوا إليه والحال هنا الشيخ بيقول إيه أن حجاب الهيكل منشق أي وده حصل بعد ما المسيح مات المفروض حسب الأناجين والسخور متشققة أي وده حصل والقبور مفتوحة أي وده حصل والأموات حية إلى هذا الحين لا ده ما حصلش لازم نفرق نرجع مرة تانية نشوف النص انشق حجاب الهيكل ماشي الأرض تزلزلت الصخور تشققت القبور تفتحت كون أن هم بقى خرجوا وقبلوا الناس ده ما حصلش غير بعد قيامتهم ده المفروض طيب يبقى على الأقل جزء من كلام الشيخ أنه حجاب الهيكل انشق والصخور منشقة القبور مفتوحة مش عارف بقى هم ما شافوا ده ولا لا المهم في النهاية على الأقل الأرض تزلزلت دي أكيد علامة كل الناس حسوا بيها والصخور تشققت دي برضو أكيد علامة كل الناس حسوا بيها فلو حتة حجاب الهيكل ده انشق ما خدوش بالهم دي حاجة خاصة بالهيكل من جوة اليهود الكهنة هم اللي خدوا بالهم لكن أكيد كل الناس اللي كانوا حضرين الصلب لحظوا أن الأرض تزلزلت والصخور تشققت على الأقل يبقى المفروض يكونوا خدوا بالهم الراجل ده أكيد مش مضل أو على أقل فكروا في ده لأن حصلت علامات عظيمة أول ما مات فلازم تكون دلالة على حاجة يعني لكن هي فكرة أن الأموات حية لا ما كانوش لسه خرجوا من القبور فهنا قالك لأن بيلاتوس بيلاتوس كان غير راض بقتله من أول وهلة لما تيجي تقرأ الأحداث في المحاكمة أمام بيلاتوس هتلاقي أن بيلاتوس قال ده بريء وأنا مش شايف أي حاجة دينه فهم قالوا له اقتله ودمه عليه وعلى أولادنا اللي هو يعني احكم عليه واحنا هنشيل ذنبه فالمعنى هنا أن بيلاتوس أصلا كان غير راضي بقتله فأكيد لما الحاجات دي تحصل أن الأرض تزلزلت والصخور تشققت هيعرف أنه أحنا فعلا غلطنا وحصلت حاجات عظيمة لما قتلنا الراجل ده ظلم فلو رأى هذه الأمور أيضا لصار عدوا لهم وكذبهم وكذا كان ألوف من الناس يكذبونهم طبعا الكلام ده لاحظ هو بيتكلم عن قابل قيامة المسيح فيبقى جزئية إن الأموات حية لا ده ما كانش لسه حصل طب الوجه الثاني هذه الأمور آيات عظيمة فلو ظهرت لآمنت كثير من الروم واليهود على ما جرت به العادة الكلام ده ما حصلش خلي بالك هنا الشيخ بيتكلم عن إيه بشكل عام إن بعد قيامة المسيح قديسين قاموا من الموت ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين ده كان المفروض يكون سبب إيمان أمم لكن الكلام ده ما حصلش فده واضح جدا إنه ده كذب فهنا بيقول ألا ترى أنه لما نزل روح القدس على الحواريين ده في أعمال الرسل آمن نحو ثلاثة ألاف رجل العدد في اللمون الأرقام في الكتاب مبالغ فيها يعني ده على افتراض أصلا نقصة أعمال الرسل صحيحة لكن على الأقل الشاهد هنا إنه لما تحصل حاجة عظيمة المقابل عدد ضخم من الناس بيؤمنوا لكن مفيش حاجة زي كده حصلت بعد قيامة المسيح بالرغم أن أجساد القدسين خرجوا من القبور ودخلوا المدينة وقبلوا الناس يبقى ده كذب الوجه الثالث أن هذه الأمور العظيمة لما كانت ظاهرة ومشهورة فيستبعد ألا يكتبها أحد من مؤرخي هذا الوقت غير متة قطعا ولا شك لو الكلام ده كان صحيح كنا لقينا في مصدر آخر غير إنجيل متة الذي انفرض بهذا الكلام هنا الشيخ بيقول طب يا أخي ممكن المؤرخين من غير المؤمنين هيمتنعوا عن تدوين هذا الخبر لأجل سوء الديانة والعناد طب المؤمنين ليه متة انفرض بالخبر ده عن باقي الأنجيل ليه لابد أن يكتب المؤفقون السياة ملوقة الذي هو أحرص الناس في تحرير العجائب أو يوحنى أو موركوس أي حد محدش كتب عن الموضوع ده غير متة فده برضو دليل إن ده اختراع فقال لك يعني يا ما كتبوا حاجات عليها الإيمة وحاجات ما عليهاش الإيمة شيء عظيم زي كده ليه ما يكتبوهاش فهنا بيقول لك يكتب موركوس ولوقة انشقاق الحجاب حجاب الهيكل ويترك الأمور الباقية خلي بالك يوحنى ده في حتة لوحده مش مهم فعندنا متة موركوس ولوقة التلاتة اتفقوا على إن حجاب الهيكل انشق طب باقي الحاجات العجيبة اللي متة كتبها خصوصا موضوع قيامة القديسين مش مكتوب ليه مش مكتوب الوجه الرابع هنا الشيخ بيتكلم على موضوع انشقاق حجاب الهيكل فبيقول الحجاب كان كتانيا في غاية الليل فما معنى انشقاقه لأجل هذه الصدمة من فوق إلى أسفل ولو انشق مع كونه كما ذكرنا فكيف بقي بناء الهيكل ولم ينهدم وهذا الوجه مشترك الورود في الأناجيل الثلاثة يعني قصة انشقاق حجاب الهيكل هو انشق ليه لما بنرجع لنص إنجيل متة لا نجد ما يشير إلى السبب يعني هنا النص بيقول إيه وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل من فوق لتحت انقطع من فوق لتحت هو ما قالكش انقطع ليه والأرض تزلزلت هو ما قالش ان حجاب الهيكل انشق بسبب ان الأرض تزلزلت فانا شايف ان الوجه ده اللي ذكروا الشيخ يعني فيه كلام لان هو بيبني عليه كأن الأرض أو كذا هو السبب في انه انقطع طب الهيكل فضل على حاله ازاي ما علم برضو الوجه الخامس انا مش شايف وجه له وجاها يعني الشيخ بيقول ان قيام كثير من أجساد القديسين مناقض لكلام بوليس فانه صرح بان عيسى هو أول قائمين وباكورة الراقدين طبعا بنرجع مرة تانية النص انجيل متى زي ما قلت ان هو قال بعد قيامته قيامة المسيح فيبقى قيامة المسيح هو باكورة الراقدين طبعا انا علقت على الموضوع ده قبل كده ان كلام بوليس مش المقصود بي ان محدش قام من الأموات قبل المسيح لا مش ده المقصد المقصد ان قيامة المسيح من الأموات هو بداية يوم القيامة ده المعنى القيام الأخير الذي ليس بعده موت طبعا برضو النقطة دي هتفتح مشكلة هل فيه احياء موتة بعد قيامة المسيح ما هو قالك القديسين دول قاموا بعد قيامته طب ده معناه ان هم مش هيموتوا تاني دي المشكلة واي معجزة احياء موتة بعد قيامة المسيح مشكلة من هذا الوجه الناس دي هتموت تاني وبعد كده هتقوم تاني خصوصا في القصة دي ان المفسرين بيأفواروا شوية او بيبلغوا يعني ان هم يقولوا ان قوة قيامة المسيح من الأموات ادت الى ان الميتين اللي حواليه هم كمان قاموا كأن يعني الموضوع عبارة عن طاقة لم يتم السيطرة عليها فانتشرت الى درجة ان هي وصلت للميتين اللي حواليه فقاموا هم كمان امر عجيب هنا الشيخ بيقول لو كلام نورتن ده صح وان الكلام ده كان موجود في الهامش ودخل المتن ومش عارف مين فقال لك مترجم انجيل متى ده كان حاطب ليل حاطب ليل يعني ايه يعني الذي يجمع الحطب في الليل فلا يميز الحطب اللي هو بيجمعه بيجمعه خلاص فبيجمع اللي ينفع واللي ما ينفعش المفيد واللي مش مفيد ما كان يميز بين الرطب واليابس اليابس هو اللي حينفعنا علشان يبقى حطب نولع بنار فهنا الشيخ بيقول فما رأى في المتن من الصحيح والغلط ترجم هما ايعتمد على تحرير مثل هذا لا والله ايعتمد على تحرير مثل هذا يعني انت بتقول ان ده غلط مترجم انجيل متى من العبر اليوناني رغم ان احنا تناقشنا في الموضوع ده وقلنا ان الانجيل ما بين ايدينا مكتوب اصلا باللغة اليونانية وليس مترجما عن العبرية كويس هنفترض انه مترجم وانت بتقول ده كان فيه كلام في الهامش وهو ترجمه وحطه في المتن وعك الدنيا وبعدين العبري الاصلي ضاع ولم يبقى بين ايدينا الا هذا الانجيل اللي فيه صح وفيه غلط هو ده ينفع ده كتاب له مصدقية وموثوقية نشوف مع بعض اقوال بعض العلماء في النص والقصة دي هذه الغلط رقم تسعة وخمسين القصة موجودة في متة سبع وعشرين من خمسين لتلاتة وخمسين فالمسيح مات حسب الانجيل وبعدين اذا حجاب الهيكل قد انشق الى اثنين من فوق الى اسفل ما ذكرش ليه هو انشق ده اول حاجة حصل وفيه بعض العلماء بيقول ان ده رمز موضوع العهد الجديد والعهد القديم غالبا تأليف يعني والارض تزلزلت والسخور تشققت والقبور تفتحت وقام كثير من اجساد الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته خلي بالك تأسيم النص هو اللي بيعطي ايحاء او هو اللي بيأدي للفهم الخاطئ يعني انت المفروض تقول ايه والقبور تفتحت وبعدين وقام كثير من اجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته فيبقى القبور تفتحت ده في نفس وقت ما الحجاب انشق والارض تزلزلت والسخور تشققت لكن قام كثير من اجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته فكرة البانكشويشن فكرة علامات الترقيم والتقسيم المشكلة دي بشعة في الكتاب المقدس وطبعا ده بيأدي ازاي بتفهم النص كيفية القراءة او ان انت تضع علامات الترقيم بحيث ان انت تقرأ النص بشكل الصحيح ده بيأثر على فهمك للنص طيب فيبقى المفروض يتقري والقبور تفتحت اللي هو يعني لوانا هقسم هقول واذا حجاب الهيكل قد انشق الى اثنين من فوق الى اسفل وبعدين ممكن اخلي بقى بداية النص هنا والارض تزلزلت والسخور تشققت والقبور تفتحت وبعدين بداية نص من هنا وقام كثير من اجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامتي وهم حاطة نص جديد ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين حيتفهم اسهل او حتى اخليها وقام كثير من اجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامتي ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين كل ده نص واحد عشان يتفهم ان فيه فاصل زمني مبين والقبور تفتحت والقيامة ده المفروض المعنى طيب بنيامين بينكرتن بيقول ايه اني افهموا انهم قاموا باجساد متغيرة ولم يرجعوا الى اجساده على حالتها الطبيعية الاصلية ليموتوا ايضا كالعازر وغيره من الندينة اقيموا من الاموات بقوة الله ثم ماتوا ايضا ايه الكلام ده معنى ايه دي الاشكالية اللي انا قلت عليها بسبب ان قيامة الناس دي بعد قيامة المسيح والمفروض ان قيامة المسيح هو باكورة الراقدين فالمسيح اول واحد يقوم في سياق يوم القيامة فيبقى اي حد هيقوم بعدي قيامة ليس بعدها موت فهو بيفرق ما بين الناس اللي قامت من الاموات قبل ما المسيح يموت ويقوم من الاموات وبعد ما المسيح يموت ويقوم الاموات طبعا متى سبب المشكلة هنا فهو بيقول لك واحد زي العازر قاموا وماتوا تاني ما فيش مشكلة طيب دول بقى قاموا باجساد متغيرة ولم يرجعوا الى اجسادهم على حالتها الطبيعية الاصلية ليموتوا يعني هم قاموا باجساد متغيرة فده معنى ان هم مش هيموتوا تاني دي اجساد القيامة القيامة يعني يوم القيامة اما الناس التانين بقى فقامت باجسادها الطبيعية ليموتوا مرة تانية طيب هو بيقول لك الكلام ده يتفهم لان الكتاب استعمل كلمة ظاهروا وظاهروا لكثيرين فكده كأنه معنى ان هم مكنوش اجسام عادية الكلام ده بيفكرني بتناقض مهمة نص في انجيل لوقة اللي هو المسيح بيقول لهم جسوني وانظروا في ان الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي فيبقى الجسد اللي قام بيه المسيح كأنه نفس الجسد اللي كان عايش به قبل ما يتصلب ويموت فهو بيقول لهم كده جسوني وانظروا وبرضو الكلام ده فيه سياق كلام بوليس عن الاجساد وانه يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني والقيامة هتكون بانه جسد طيب ايه بقى احوار القديسين اللي قاموا دول قالك الكتاب لا يذكر شيئا اخر عنهم يعني المقطع ده هو المقطع الوحيد اللي بيحكي عن الموضوع ده ولا يجوز لنا ان نتكلم بحسب تصوراتنا هو هنا عارف ان القصة هتفتح باب لكثير جدا من التساؤلات فهو بيقول لك ما تسألش اعتبرها معجزة بكل تفاصيلها فلا توجد اي مساحة انك تتعامل مع الموضوع بالعقل والمنطق هو عايز يقول كده فبيقول لك غير اني لا اشك في انهم اخذوا الى السماء مع المسيح كعلام الظفر هي ونحن سنلحقهم بعد قليل برضو حتة بعد قليل دي يعني انت ودماغك لكن الفكرة ايه هو بيشير ضمنيا الى ان الموضوع في مشاكل الناس دول كانوا مين وعددهم كان قد ايه وظهروا لمين وفضلوا احياء لغاية امتى هو هنا بيقول اخذوا الى السماء مع المسيح يعني لما المسيح رفع هم كمان اترفعوا هو طبعا هو بيقول غير اني لا اشك ايوا بس انت الكلام ده معلوش اي دليل ومش مذكور فانت جبت الكلام ده من اين ديفيد كويزك بيقول ايه لا ينبغي ان نفترض ان الزلزال الذي حدث والصخور التي تشققت اثناء الصلب فتحت ايضا قبورا لبعض الاموات القديسية اي الذين انتظروا في القبور المفتوحة لمدة ثلاثة ايام حتى يخرجوا من القبور بعد قيامتي فمن الافضل ان نفهم ان البشير متى قصد ان نرى ان الزلزال وقع يوم صلب يسوع خلي بالك هنا هو بيقولك ايه نرجع تاني للنص النص مفاده ان الحجاب انشق والارض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت هو عاوز لا هو عاوز يفصل زمنيا ما بين ان القبور تفتحت وقام كثير ده بعد قيامتي طيب يا جماعة لو انت هتخلي الموضوع كده يبقى كل واحده مزاله يعني ايه الكلام ده النص بيقول ان في حاجة حصلت بعد قيامتي وخرجوا من القبور بعد قيامتي يبقى احنا هنحط فاصل زمني هنا يعني ايه يعني كل اللي قابل ده حصل بعد ما المسيح مات على طول لا هو بيقولك لا الفاصل الزمني من هنا وكل اللي قابل ده هو بس اللي حصل بعد موت المسيح فيبقى والقبور تفتحت وقام كثير من اجزاء ايوة بس انت جبت الكلام ده منين ما هو على حسب التأسيم على حسب ما هتحط علامات الترقيم لو انت قريت النص واذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى اسفل نقطة طيب النقطة ده معناها ان كل ده فترة زمني حصلت مع بعض والارض تزلزلت والسخور تشققت والقبور تفتحت وقام كثير وخرجوا بعد قيامته يبقى كل ده بعد القيامة ما هو على حسب علامة الترقيم يا اما كنت تحط فصلة واذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين فصلة والارض تزلزلت فصلة والسخور تشققت فصلة والقبور تفتحت نقطة وقام كثير من اجساد القديسين الرقيدين وخرجوا من القبور بعد قيامته فيبقى والقبور تفتحت دي حصلت مع اللي قبلها يا اما والارض تزلزلت فصلة والسخور تشققت نقطة والقبور تفتحت وقام كذا بعد قيش يا أخي هي هتفرق معاك في إيه إن القبور تكون تفتحت مباشرة بعد موت المسيح على الصليب ولا بعد قيامته هتفرق في إيه واضح إن ديفيد كويزيك شايف إنها هتفرق إن القبور دي تفضل مفتوحة لمدة 3 أيام بلا سبب كده يعني إيه فايدة إنها مفتوحة لمدة 3 أيام تفضل مفتوحة لغاية ما المسيح يقوم فيخرجه هو عاوز يقول لك لا متى قصد أن نرى أن الزلزال واقع يوم صال بيسوع ثم في اليوم الذي قام فيه كانت قوة الحياة الجديدة قوة الحياة الجديدة عظيمة جدا لدرجة أنها أعادت أحياء بعض القدسين خلاص برحتها هنا بقى موضوع إن خرجوا من القبور بعد قيامته ديفيد كويزيك دايما بيقسم التفسير النقاط يعني فدي النقطة رقم 3 قال لك هذا أحد أغرب المقاطع في إنجيل متى قصة غريبة جدا فنحن لا نعرف عن هذا الحدث من أي مصدر آخر والبشير متى لا يخبرنا الكثير عن الأمر فقال لك أحنا مش فاهمين بالظبط إيه اللي حصل يبدو أن هؤلاء القدسين الذين قاموا من الأموات ماتوا ثانية قال لا ما تتفقوا على حاجة اللي قبليه بنيمين بينكرتن قال لك لا دول أخذوا إلى السماء مع المسيح وهم قاموا بأجساد متغيرة لأن الكتاب بيقولك ظهروا زي ما المسيح ظهر بعد قيامته وبما إنهم ظهروا بأجساد متغيرة فهم مش هيموتوا تاني ديفيد كويزيك يقولك لا دلماته ثانية فقياماتهم تشبه قيامة العازر خلي بالك كأنهم بيردوا على بعض هنا برضو هو بيتكلم عن العازر وبيقول قيامة الناس دي مش زي قيامة العازر ديفيد كويزيك بيقولك لا قيامتهم زي قيامة العازر بتفهم من هنا إن في مشكلة في الموضوع الكلام عن أحياء الموتة بعد قيامة المسيح غير الكلام عن أحياء الموتة قبل قيامة المسيح طيب ويليام مكدونالد بيقول الراقدين دول ما أموش من القبور إلا بعد قيامة المسيح ماشي هذا القدر إحنا متفقين عليه قالك بقى هم دخلوا أرشاليم وظهروا لكثيرين متى بيقول لنا كده وخلي بالك ويليام مكدونالد أسلوبه أنا بفسر لك النص زي ما هو وما بشغلش عقلي وما بنقش حاجة يعني لا يخبرنا الكتاب المقدس عن هؤلاء القديسين هل عادوا فماتوا أو مضوا إلى السماء مع الرب يسوع واضح إنه هو كان شايف الخناء من بعيد ما بين ديفيد كوزيك وبين يمين بينكرتن واحد بيقول دول صعدوا للسماء واحد بيقول لا دول ماتوا تاني ويليام مكدونالد قالك لا والله إحنا ما نعرفش الكتاب ما أخبرناش الكتاب ما أخبرناش كتير يعني ومع ذلك ده ما بيمنعكوش إن إنتوا تفتحوا طيب ويليام أدي بيقول إيه والقبور تفتحك فبيقولك كانت القبور يوم إذن حفراً في صخور يسد كل منها بحجر كبير فالزلزلة دهرجت تلك الحجارة عن تلك القبور يبقى هو بيقولك إيه إن الزلزلة اللي حصلت في نفس اليوم بعد ما المسيح اتصلب ومات على طول هو السبب في إن القبور تفتحك لكن هم قاموا بعد قيامة المسيح بعدين بيقولك بقى الكتاب بيسمي الناس اللي قامت دي القديسين وبعدين بيقولك كاتب إنجيل متى ده ما قلناش هم مين ولا عددهم قد إيه ولا الفترة اللي قضوها بعد قيامتهم وهل هم ماتوا تاني ولا ترافعوا وبعدين بيقولك جملة يعني البحث عن ذلك عبث وليس من ورائه فائدة هو فكرة عبث وليس من ورائه فائدة دول نقطتين منفصلتين عبث ليه لأن مفيش مصادر ومفيش مراجع ومفيش معلومات غير اللي موجود في إنجيل إنجيل متى وإنجيل متى ما قلناش غير الجملة دي إنهم قاموا بعد قيامتي ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين بس كده فإنت مفيش عندك حاجة تانية تبحث فيها علشان تعرف معلومات فيبقى البحث عن ذلك عبث ليس من ورائه فائدة لا من ورائه فائدة عايزين نعرف الناس دي ماتت تاني ولا ترفعت للسمى عشان نفهم الإشكالية بتاعت القيامة من الأموات بعد قيامة المسيح هل هي زي القبل ولا لأ؟ وبعدين حنقدر بقى بعد كده نجاوب على الإشكاليات التاريخية علشان نقدر نعرف القصة دي فعلا حقيقية ولا لأ؟ لكن كون إن مفيش أي معلومات غير في إنجيل متى السطر اللي هو كتبه ده دليل على إن القصة مختلقة بعد كده عندنا الأغلاط ستين وواحد وستين واتنين وستين وده غلط كبير جدا ومهم جدا ومن الأغلاط التي تهدم المسيحية من جذرها برضو في إنجيل متى سبحان الله على كم المشاكل اللي الشيخ مطلعها من كتاب إنجيل متى هنا النص بيقول إيه ولاحظ من أهمية الموضوع إن الكلام ده منسوب للمسيح نفسه كاتب الإنجيل بيذكر الكلام ده على لسان المسيح نفسه وقال لهم قال يسوع لليهود جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي يونان النبي سيدنا يونس قصة أو موضوع آية يونان النبي مذكورة في الأنجيل التانية لكن كاتب إنجيل متى هنا تفضل مشكورا وحط على لسان المسيح معناها إيه آية يونان النبي فلبس المسيح في مشكلة لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليالين هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليالين كلام واضح زي ما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليالين ابن الإنسان اللي هو المسيح هيبقى في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليالين يعني المسيح مش هيخرج من القبر غير بعد ثلاثة أيام وثلاث ليالين هيقضيهم في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليالين النص ده هو النص الوحيد اللي بيتكلم عن 3 يام و3 ليالي فيه نصوص تانية بتتكلم وفي اليوم الثالث وتكلمنا عنها قبل كده في فيديو والنص اللي في صفر هوشع وفي اليوم الثالث يقيمونا وارجع للفيديو ده لانه فيديو مهم لعله النص بتاع هوشع ده هو السبب اصلا في موضوع شمعنا ثلاثة يعني هنا الشيخ بيجيب برضو من انجيل متة ان المسيح قال لهم مرة تانية جيل شرير وفاسق يلتمس اية ولا تعطى له اية الا اية يونان النبي لكن ما شرحهاش في مكان تاني برضو في انجيل متة الناس بقى بتقول ان ذلك المضل قال وهو حي اني بعد ثلاثة ايام اقوم طيب الشيخ بيقول ايه فيما معناه يعني كل الاقوال اللي بتقول ان المسيح هيعد في القبر او في الارض ثلاثة ايام غلط والاوضح انها غلط ثلاثة ايام وتلاثة ليال فيبقى اليوم المقصود بيه صباح والليل المقصود بيه مساء فاليوم عبارة عن مساء وصباح يوم وليلة مساء وصباح طيب الشيخ بيقول فين التلاثة ايام دول وخلي بالك يوم وليلة يساوي صباح ومساء يوم يساوي صباح ليلة يساوي مساء فلو انت هتقول ان المسيح سيقوم في اليوم الثالث يعني يفوت عليه صباح وصباح وفي ثالث صباح يقوم لو انت بقى هتاخد كلام ايه يونان النبي ثلاثة يام وثلاثة ليالي يبقى المفروض المسيح صباح ومساء صباح ومساء صباح ومساء هل نقدر نعد الموضوع ده باي طريقة هل احنا نعرف المسيح اتصلب امتى اغلب الاشارات اللي موجودة في الاناجيل بتقول لنا انه تاني يوم يعني المسيح اتصلب في يوم اليوم اللي بعديه كان يوم السبت وهو قام يوم الحد يبقى جمعة سبت حد قادي التلاثة يام عايز ايه لا ده ايه كلام اللي انت بتقوله ليه بقى يوم الجمعة كان خلص لان اليوم بيبدأ عند اليهود بالمساء فيبقى ليلة الجمعة صباح الجمعة صباح الجمعة المسيح كان بيتحاكم المساء حل عليهم وهو عالصليم او على الاقل بشكل واضح ما كانش لسا اندفن المساء خل ما كانش لسا اندفن المساء ده كان تبع انهي يوم بداية اليوم اللي بعديه اللي هو يوم السبت يبقى هو دخل القبر في مساء السبت وظل في القبر صباح السبت وبعدين جه مساء الاخد فيه نصوص بتقول انه لما النساء راحوا يزوروا القبر والظلام باقي راحوا لقوا القبر فاضي يبقى كان قام من الاموات فيه انا جيل تانية بتقول اذ طلعت الشمس بس راحوا لقوا القبر فاضي يبقى كان قام من قابليها نحسب هالو نهار عمرك ما هتقدر تخليهم ثلاث ايام ناهيك انك تخليهم ثلاث ايام وثلاث لالي والموضوع ده في غاية العجب خصوصا النص المنسوب للمسيح كما كان يونان في بطن الحوت كذلك يا كل من نسان في قلب الارض ثلاث ايام وثلاث مش هتقدر تخلي ان المسيح ضل في بطن الارض ثلاث ايام هو الدفن مساء السبت لان اليوم بيبدأ عند اليهود وكان مساء وكان صباح خلي بالك الموضوع نفسه عند المسلمين اليوم بيبدأ بالليل لذلك لما نيجي نشوف هلال رمضان وبنبقى عارفين ان تاني يوم صيام الليلة دي بنصلي فيها التراويح بتبقى ليلة اول يوم في رمضان فاليوم بيبدأ الليل بعد كده النهار الليلة اللي دلوقتي بصور الصبح يوم الاربعاء المغرب هيبقى ليلة الخميس هنا بقى دي نقطة مهمة جدا خلاص هو اتصلب في نهار الجمعة لان اليوم اللي بعديه من خلال النصوص كان يوم السبت طيب نهار الجمعة ده خلص يوسف اللي هو المفروض دفن المسيح دفنوا وقت المساء يبقى المساء ده عبارة عن ايه ده مساء السبت ليلة السبت دفنوا لا محالة في ليلة السبت يبقى هتبتدي تعد من ليلة السبت نهار السبت ليلة الحد بالكتير قوي نهار الحد بس كده عمرك ما هتوصل لتلات ايام غاب هده الجسد عن القبر قبل طلوع الشمس من يوم الاحد ده بحسب انجيل والظلام باق في انجيل بيقول كده والظلام باق في انجيل تاني بيقول اذ طلعت الشمس الاتنين ما يتساووش وده تراقب مشهور مش مهم فهنا قبل طلوع الشمس كما هو مصرح في انجيل يوحن فما بقي في قلب الارض ثلاثة ايام وثلاثة ليالي بل يوما وليلتين وما قام بعد ثلاثة ايام فهذه اغلاط ثلاثة الغريب في الموضوع ان علماء نصارى اقروا بذلك تخيل قال لك اه هو ما قعدش ثلاثة ايام في القبر ياخ انتو واجعته دماغنا في اليوم الثالث حسب الكتب في اليوم الثالث يقوم انه ما قامش بعد ثلاثة ايام والمسيح نفسه بيقول هيظل في قلب الارض ثلاثة ما يقصودش اي حاجة بتبتدي تحس ان الديانة المسيحية دي متعرفش تطلع منها باي حاجة يقين هذا التفسير من جانب متة وليس من قول المسيح ده في بعض العلماء قالوا كده عشان يبرقوا المسيح انه ما يكونش قال معلومة غلط خلي بالك هو سواء يعني النص ده بتاع اية يونان انه سيظل في قلب الارض ثلاثة يام النصوص كثيرة في العهد الجديد بتقول كده وهو ما قامش في اليوم التالت ايوة الغلط اوضح بكتير في نص متة اللي بينسبه للمسيح اللي بيقول ثلاثة يام وثلاثة ليالي لكن هو كده كده غلط في اي مكان هنا بيقول نشأ الغلط من سوء فهم متة ده ده تعليق الشيخ على كلامه المسيحي بيدافع عن يسوع فقالك ده كاتب الانجيل خلي بالك وضع هذا الكلام على لسان المسيح المسيح ما قالش كده عشان احنا مش هنقدر نعد التلاتة يام والتلاتة ليالي انه قضاهم في قلب الارض او في باطن الارض فيبقى الحل متى وضع هذا الكلام على لسان المسيح طب يا ترى وضع ايه كمان نفس الكلام العلماء بيقولوه في النص بتاع اذهب وتلميذ وجميع الامة معمدوهم باسم الاب والابن وروح القدس ان المسيح ما قالش باسم الاب والابن وروح القدس طب كاتب الانجيل هو اللي وضع الكلام ده على لسان المسيح ولا النص اتحرف فيه ما بعد فيه علماء بيقولو كده وفيه علماء بيقولو كده بس خلي بالك فكرة ان انت تفتح باب وضع الكلام على لسان المسيح وخلي بالك من ناحية النقد التاريخي فيه علماء كثر عارفين الكلام ده قاطعا ولا شك مسيحيين عارفين ان فيه كلام منسوب للمسيح في الأنجيل المسيح ما قالوش وفكرة ان الكلام ده تم وضعه على لسان المسيح في ضوء القيامة أو أيا كان لكن فكرة ان كتبت الأنجيل بيضعوا كلام على لسان المسيح ده فيه علماء كثر قالوا بذلك لما تفتح الباب ده ده باب خطير جدا أنا بعتقد انه بيفقد مصدقية ومصدقية الكتاب بشكل ضخم فهنا بيقولك ناشأ الغلط من سوء فهم متى وظهر ان متى ما كتب انجيله بالإلهام فكما لم يفهم مراد المسيح هنا وغلط فكذلك يمكن عدم فهمه في مواضع أخر ونقله غلطا فكيف يعتمد على تحريره اعتمادا قويا وكيف يعد تحريره إلهاميا هيكون حال الكلام الإلهامي هكذا نشوف مع بعض أقوال بعض العلماء متى 12 38 ده النص المهم اللي المسيح بيشرح فيه حينئذ قال قوم من الكتب والفرسين يا معلم نريد أن نرى منك آية فقال لهم يسوع رد عليهم وقال لا تعطى له آية إلا آية يونان النبي اللي هي كذا هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاثة ليالي في عندك متى 16 4 برضو بيقول لا تعطى له آية إلا آية يونان النبي وفي متى 27 63 ذلك المضل قال وهو حي إني بعد ثلاثة أيام أقوم طبعا نقطة هنا مفيش مسيحي بيكدب ده الكلام ده المفروض على لسان الحراس ذلك المضل قال وهو حي إني بعد ثلاثة أيام أقوم المسيح قال كده فعلا ولا ما قالش هيقوله آقال ما يقدرش ينكره وده سفر يونان الإصحاح الأول عدد 17 وأما الرب فأعد حوتا عظيما ليبتلع يونان فكان يونان في جوف الحوت ثلاثة أيام وثلاثة ليالي إزاي هنقدر نحسب النصوص موجودة في متى ومرقص ولوقة ويحن نفوت عليها سريعا لما كان المساء رجل غني من الرامة اسمه يوسف وضعه في القبر يبقى كان المساء لما وضعه في القبر كلام واضح هنا في الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكانا والفريسيون عند جلال في الغد الذي بعد الاستعداد وهنا في متى 28 واحد وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع يعني السبت خلص دخلنا في يوم الحد المفروض إن هو ما كان قام من الأموات يبقى احنا بنقدر نعرف نقطة جوهرية وضعه في القبر في المساء مساء اليوم اللي اتصرب فيه الاستعداد للسبت بعد السبت عند فجر أول الأسبوع كان القبر فضل في إنجيل متى ولما كان المساء إذ كان الاستعداد أيما قبل السبت كان المساء يوسف وضعه في القبر مرء الستاشر واحد اثنين وباكرا جدا في أول الأسبوع أتينا إلى القبر إذ طلعت الشمس اللي هو يوم الحد إذ طلعت الشمس ده في إنجيل مرقص في إنجيل لوقة وكان يوم الاستعداد والسبت يلوحه خلي بالك هنا إنجيل لوقة بيقول إيه؟ وكان يوم الاستعداد والسبت يلوحه هل ده معناه إنه وضعه في القبر قبل ما يدخل عليهم السبت قبل ما المساء يحل طب فرضا إنه هو لحقة يعني هنخلي إيد ليل وإيد نهار هو لحقة نهار الجمعة يبقى نهار الجمعة وليلة السبت ونهار السبت وليلة الحد وبعدين بقى على حسب اثطلعت الشمس ولا الظلام باق لو هنقول اثطلعت الشمس يبقى آه قادي ثلاثة يامة وما طلعش كذلك ماشي أنا هتنزل وقول ما طلعش كذاب حسب لوقة ده على أساس إنه هو تلت يام مش تلت يام وتلت ليالي تلت يام وتلت ليالي عمره ما هيحصله لكن هيحصل تلت تلت أيام ده لو أخدنا في الاعتبار إنه الدفن والسبت يلوحه كان لسه يوم الاستعداد لكن حسب إنجيل موركوس بشكل واضح المساء دخل وأيضا في إنجيل متى لما كان المساء بشكل واضح في إنجيل لوقة كانوا الصبح في دار الولاية صباح الجمعة وده كان الاستعداد اليوم اللي بعديه هو يوم السبت نزلوه من على الصليب كان لسه يوم السبت وإنجيل يوحنة ما بيقولش المساء كان دخل ولا ما كانش دخل لكن يوحنة هنا بيقول إنه لما راحوا يزوروا القبر يوم الحد ده المفروض باكرا والظلام باقي لسه الشمس ما طلعتش لسه نهار الأحد ما طلعش هما لسه يعتبروا في ليلة الأحد لقوا القبر فاضل يبقى في النهاية بنخرج بإيه؟ إن التفاصيل المذكورة ما بين الأناجيل فيها خلاف بغض النظر عن كل الاختلافات مش هتقدر تحقق ثلاثة يام وثلاثة ليلة لو احنا نقينا من الاختلافات خدنا من إنجيل لوقة إنه الدفن والسبت يلوح وخدنا من إنجيل موركوس إن هما راحوا أول الأسبوع إذ طلعت الشمس يبقى بالعافية هيكون المسيح قضى ثلاثة أيام بمعنى ثلاثة نهار هيتحسب له نهار الجمعة وبعدين ليلة السبت ونهار السبت وليلة الأحد ونهار الأحد عمره ما هيكمل ثلاثة ليالي لو خدنا بقى بحسب إنجيل متى وبحسب إنجيل موركوس إنه الدفن وكان جه المساء خلاص فيبقى يوم الجمعة خلص ودخلنا في ليلة السبت مش هيكمل ثلاثة أيام خلاص إنت لازم تخليه يلحق نهار الجمعة إنه يكون الدفن في نهار الجمعة طيب هل بقى فيه علماء مدركين إنه العد ده مش هنقدر نحصل ثلاثة يام وثلاثة ليلة دي التعليقات على النص بتاعه كما كان يونان في بطن الحق بن يمين بينكرتن جايب النص وبعدين بيقول إيه معلوم أن سيدنا لم يمكث في القبر ثلاثة أيام كاملة بل فقط جزءا من يوم الجمعة وكل يوم السبت وجزءا من يوم الحد قالك فيه ناس بقى شايفة أن فيه صعوبة في الموضوع خلي بالك هو هنا بينصب ليه؟ لأنه دخل جزء من يوم الجمعة ده تنزلا حسب إنجيل لوكا لكن بشكل واضح في مد تمرقه إزاي ما قلنا لا هو الجمعة راحت منه لأنه كان المساء فيبقى المساء ده اليوم اللي بعده اللي هو يوم السبت هو هنا بيقولك إيه؟ ثلاثة أيام كاملة هو لا كامل ولا جزء لأن مفيش جزء من يوم الجمعة يوم السبت كاملا وممكن كمان ما يكونش فيه اللي هو النهار بتاع يوم الحد السبت كاملا الليلة والنهار الجمعة خلصت أحنا بنبتدي بمساء السبت الليلة والنهار يوم الحد بقى على حسب الظلام بقى ولا إذ طلعت الشمس إذ طلعت الشمس يبقى يعني مشيها إنه حضر نهار الأحد قطعا ولا شك مش هيلحق ليلتها يعني باكرا أول الأسبوع هنا بقى بيقولك إيه؟ من عنده إيمان حقيقي لا يعثر بهذا القول ولا بغيره اللي هو إيه؟ تخليه على الله أحنا يا جبل ما يهزك ريح مهما قبلت مشاكل ولا يهمك كل ده كلام فاضي عمال إيه بيقولك يعني من ناحية الإيمانية وبعدين قالك الذي يتناول كلمة الله بعقله يجد صعوبة في كل صفحة من صفحاتها الله أكبر الكتاب المقدس ده ما تفكرش معاه وإنت بتقرأه ما تشغلش عقلك ما تتناولش كلمة الله بعقلك الله المستعان هنا بيقولك عبارة 3 يام و 3 ليالي هو ما يقصدش يوم كامل بغض النظر أنت مش هتقدر تطلعهم يعني أنا ما بقولكش أحنا عايزين نحسب 24 ساعة في 3 أيام يساوي عدد ساعات لا أنا بقولك لو لحق جزء من نهار هنحسبها يوم ولو لحق جزء من مساء هنحسبها مساء أو ليلة مش هتقدر بص هنا بيقولك محدش عمره اعترض لا ده كلام فاضي فكرة أن ينسب له الخطأ زي ما قلنا قبل كده هو بيحاول يحط معايير ده محدش اعترض أنت مين قالك أنه محدش اعترض ولو جبنا حد اعترض هتبقى مشكلة بالنسبة لك الله المستعان ديفيد كويزيك هنا بيقولك هو يعني علشان يسوع قال 3 يام و 3 ليالي يبقى احنا المفروض نحسب له 24 ساعة في 3 72 ساعة في القبر لا يا بابا طبعا الموضوع مش بالسطحة والتفاهة دي زي ما قلت بيقولك وهذا يزعج معظم التسلسل الزمني اللي موت يسوع وقامته وهو أمر غير جوهالي عارف انت النصارى أي حاجة فيها مشكلة يقولك ده أمر غير جوهالي هو عايزك في الآخر ايه مش مهم في اليوم الثالث يقوم هو ما قامش بعد ثلاث يام هو قام بعد يومين بس ده قام بعد يومين علشان هنحسب جزء من الحد لكن الواقع ان هو قام بعد يوم واحد هو دخل القبر ليلة السبت نهار الحد لقناه أم الأموات الموضوع سهل جدا وبسيط دخل القبر ليلة السبت يوم الحد الصبح لقناه أم ازاي نقول بعد ثلاث يام أم انت متخيل حد كان حاضر الواقع دي خلاص نهار الجمعة خلص ودخلنا في المساء ودفن يوم الحد الصبح يشاع خبر ده أم الأموات هتقول انه قام في اليوم الثالت دخلاص الجمعة خلصت يدوبك قضينا يوم السبت الحد لقناه قام فين الثلاثة يجدعان بأنهي عقل هنقول كده هنا برضو بيقولك جزء من يوم جزء من ليلة ماشي عدهم لي مش هتعرف تعد هنا بيقولك إذا كان يسوع قد قام من بين الأموات في اليوم الأول أو في اليوم الخامس عندئذ كان يمكننا أن نقول كان يسوع كذابا ونبيا كذابا لأنه قال أنه سيقوم في اليوم الثالث لكنه أخطأ ولكن ليسوع لم يخطئ فهو لا يخطئ أبدا كده بالعافية هو ادفن في مساء السبت وقضى مساء السبت ونهار السبت في القبر يوم الحد روحنا لإناء أم الأموات ده أم في اليوم الثالث هو لا يكذب ويليام مكدونالد هكذا تنبأ الرب بأنه سيكون في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاثة ليالي وهذا أنشأ مشكلة شوف الموضوع هنا مع كلام ديفيد كويزيك ده بيطعن في المسيح نفسه بيهدم مصدقية المسيح نفسه طبعا إحنا ما بنقولش إن ده بيهدم مصدقية المسيح إننا بنقول ده بيهدم مصدقية الإنجيل حاشا إن المسيح يتنبأ بشيء ويطلع كداب أو ما تحصلش فهنا قالك تنبأ الرب بأنه سيكون في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاثة ليالي وهذا أنشأ مشكلة فإذا كان يسوع حسب المعتقد العام حسب المعتقد العام ولا حسب نص الأنجيل قد دفن يوم الجمعة بعد الظهر إيه ده؟ دفن يوم الجمعة بعد الظهر بعد الظهر يا ضلالي وهو ده علشان يعطيك انطباع إن هنحسب بقى نهار الجمعة رغم إن النص بيقول صراحة كان جه المساء فهنا بيقولك هو اتدفن يوم الجمعة بعد الظهر وقام يوم الأحد صباحا فكيف يمكن أن يقال ثلاثة يام وثلاثة ليالي؟ والإجابة إنه جزء كفاية طبعا هنا علشان يخلي الجزء كفاية هو برضو مش هيقدر يوصل لثلاثة ليالي بس هو بيستخبى القارئ ولا إيه ما تفهمش يعني؟ آخر تفسير وآخر حاجة هنقراها النهاردة ويليام أدي بيقول إيه؟ قالك استلاح اليهود الجزء هنحسبه كامل ماشي يا جماعة فهنا بيقولك هو قضى يوم كامل وجزء من اليوم اللي قبله وجزء من اليوم اللي بعده علشان يخليهم إيه؟ ثلاثة أيام لكن عمره عمره ما هيقدر يخليهم ثلاثة أيام وتلاثة ليالي وطبعا جزء من اليوم اللي قبله ده مش حاصر لأنه دفن في المساء هنا برضو بيقول لو كان هناك خطأ لا اعترض اليهود أنا مدورتش هما اليهود اعترضوا ولا ما اعترضوش لكن أنا ما يهمنيش أصل ده مش معيار لإن ياما اليهود اعترضوا على حاجات فأنت لما اليهود يعترضوا بتقول أمين اعترضهم صحيح؟ لا طبعا برجع مرة تانية وبأكد إن المشكلة دي إن المسيح سيقوم في اليوم الثالث أو إنه سيظل في قلب الأرض ثلاثة أيام وتلاثة ليالي مشكلة بتهدم المسيحية تماما لأنها متعلقة بيه نبوة على لسان المسيح فيبقى المسيح طلع النبي كاذب حسب الأناجيل للأسف فضلا إنه يبقى إله ما هو هتخليه بقى إله وبيجذب دا ما حصلش إنه حتى نبي صادق لا دا قال نبوة وكذب فيه الله المستعد لبقى دا في النهاية بيسقط وبيدمر مصداقية إنجيل متة وبيدمر مصداقية المسيحية بشكل عام لأن المسيحية إنه قام في اليوم الثالث عشرات النصوص بتقول كده لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر عجبني ولا تنسى أن تقوم مشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة لو أنت شايف إن هذا المحتوى استحق الدعم والرعاية فقم بزر صفحتنا على بيتريون أو بيبال أو حتى قم بالانتساب للقناة ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة